يتفاقم في لاغوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا في ظل تداعي شبكات الطرقات والمياه الجارية والكهرباء وانتشار النفايات في الشوارع وكان سكان أغو إيجون باريجا يسترزقون من الصيد منذ استقر أسلافهم على ضفاف البحيرة قبل أكثر من خمسين عاما وردمت الحكومة المحلية عشرات الكيلومترات المربعة في البحيرة بالرمل لإيواء الطبقة الوسطى متسببة بتغيرات كبيرة في النظام البيئي ونتيجة لذلك تركض زوارق صيدي أغو إيجون منذ سنتين في الوحل وسط النفايات ومنذ العام الماضي باتت نيجيريا البلد الذي يضم أكبر نسبة من حالات الفقر المتقع في العالم متخطية الهن في هذا الخصوص